من الخرطوم أحمد العربي مراسل الغد أحمد في ضوء هذه الأرقام ما هي الجهود المبذولة لإحتوائها هذه الأزمة سواء من قبل حكومة الخرطوم أو من المساعدات الدولية سينار حتى الآن الحكومة المركزية وأيضا حكومات الولايات تحاول التصدي لآثار السيول والفيضانات سواء كان في الخرطوم أو في الخمسة عشر ولاية الأخرى المتأثرة بالسيول والفيضانات محاولات لإيصال المساعدات الإنسانية حتى الآن مواصلة لهذه المساعدات والحوجة الآن تبدو أكثر لمراكز إيواء المراكز التي تم بناؤها أو تم تشيدها في الآوين الأخيرة عن طريق الخيام تكاد لا تكفي مع العدد الكبير يعني الرقم الآن تجاوز أكثر من 180 ألف منزل هذه المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا الآن كل هذه الأسر في العراء وتحتاج إلى مراكز إيواء يعني تكفي لكمية الذين هم في الخارج بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الخطير في الأمر الآن ثينار الحديث يدور حول الأثر البيئي والصحي لهذه المعسكرات وللمناطق المتأثرة الولايات الشمالية أعلنت حالة الطوارئ الصحية لظهور الملارية بشكل كثيف هناك حديث عن وفيات وفق مصادر محلية بالإضافة إلى حميات حتى الآن وزارة الصحة عملت على إجراء فحوصات مبدئية وستتم الإعلان عن ما هي هذه الحميات لاحقا لكن الآن حالة الطوارئ معلنة الخرطوم أيضا بدأت حملات رش في عدد من المناطق سواء كان شمال الخرطوم وجنوب الخرطوم للقضاء على البيئة الحاضنة لتكاثر البعوض والذباب لكن تظل الحوجة الإنسانية ما زالت على أشدها وتظل الحاجة ما زالت مستمرة لمراكز إيواء ولمبيدات والرش والذبية وإلى غير ذلك الأكثر من مراقب للوضع الصحي تنبؤه بكارثة صحية وبيئية إن لم يتم التدخل السريع بإمكانيات أكبر مما هي عليه الآن بالإضافة إلى أنه خطر يحدق بالجميع يمكن أن تكون آثار الفيضان والسيول أفدح وأكبر لأنها تتعلق بالعنصر البشري يمكن أن تكون أكبر وأفدح من الرقم اللي هو 124 لضحايا السيول والفيضانات ولكن الجهود متواصلة مع محاولة توزيع المساعدات الدولية التي تأتي من قبل الدول الصديقة والشقيقة على المناطق المتأثرة ولكن تظل الحاجة كما هي عليه تحتاج إلى مزيد من الدعم هل الأمم المتحدة تقدم أي دعم؟ يعني الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة بـ 832 ألف شخص تضرروا جراء هذه الفيضانات والسيول هل تقدم الدعم؟ الأمم المتحدة عن طريق مكاتبها في القرطم سواء كان الغذاء العالمي أو منظمة الصحة العالمية المنظمات العالمية الأخرى أيضا التي تعمل وديها مكاتب في السودان بدأت في تقديم الدعم والمساعدة لعدد من الولايات وهي الآن تنشط في ولاية الخرطوم وتحاول أيضا مع السلطات المحلية إيجاد طريقة أفضل لتوزيع المساعدات الإنسانية واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية وضعت مصفوفة لتوزيع المساعدات الإنسانية على الولايات المتضررة وتبدأ بالأكثر ضررة لكنها تعذرت الوصول إلى ولايات تأثرت فيها الطرق فأدى ذلك إلى تأخير بعض المساعدات الإنسانية من الوصول إلى بعض الولايات المتأثرة نعم سينار إذن أحمد العربي مراسل الغد من الخرطوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة